إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصِلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكلَّ مُحدثةٍ بدعةٍ وكلَّ بدعةٍ ضلالةٍ وكلَّ ضلالةٍ في النار أيها المسلمون لقد حثَّنا ديننا الحنيف على المسارعة إلى التوبة من الذنوب والمعاصي لما في ذلك من تزكيَّةٍ للنفوس وتطهيرٍ للقلوب وحصولٍ للفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وقال تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأرشَدَنا الإسلام إلى أسباب مغفرة الذنوب وطرق تكفير السيئات ومحوها فمن تلكم الأسباب العظيمة التي حثَّ عليها الإسلام وأوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام فعل الحسنات بعد السيئات فالحسنات سببٌ لذهاب السيئات وتكفيرها قال الله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السيئَاتِ ذلك ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ في الصحيحين أن رجلًا أصاب ذنبًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السيئَاتِ فقال رجلٌ من القوم يا نبي الله هذا له خاصَّة قال بل للناس كافَّة وقد أوصَى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الحسنة بعد السيئة فعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتَّقِ اللَّهَ حيثُمَا كُنْتُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواه الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئةً فأتبِعها حسنةً تمحُوها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه وكرمه ولُطفه فالعبد بطبيعة حاله يقع في الذنب أو يُقصِّر في طاعة الرب والله عز وجل من لُطفه وإحسانه يغفِر لمن تاب ويعفُو عن السيئات قال الله عز وجل في الحديث القدُسي يا عبادي إنكم تُخطِئون بالليل والنهار وأنا أغفِر الذنوب جميعًا فاستغفِروني أغفِر لكم ومن فضله ورحمته أن من أكثر من عمل الحسنات محَى الله عز وجل بكرمه سيئاته الماضية وأبدَلها حسناتٍ في صحيفته الباقية فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ يُؤتى به يوم القيامة فيُقالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا فيقول نعم فيُقالُ له فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ قال العلماء إنما التبديلُ في حق من ندم على سيئاته وجعلها نُصبَ عينيه فكلما ذكرها ازداد وجلًا وحياءً من الله ومسارعةً إلى الأعمال الصالحة فأولئك يُبدِّلُ الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا فاللهم يسِّر لنا فعل الطاءات واغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا ووفِّقنا لما تحبُّه وترضاه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن من فضل الله عز وجل وإحسانه أن جعل الحسنات مكفِّراتٍ للسيئات فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وإذا توضَّأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب وصدقة السر تطفئ غضب الرب ومن حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه ومجالس العلم والذكر سببٌ لتكفير السيئات والخطيئات قال صلى الله عليه وسلم ما من قومٍ اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم منادٍ من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بُدِّل السيئاتكم حسنات والمحافظة على طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُكفِّراتٌ للخطايا والسيئات قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تُكفِّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلى العب أن يحذر أولاً من الوقوع في الذنوب والمعاصي وإذا غلَبَتْهُ نفسُه الأمَّارة بالسوء ووقع في معصية ربِّه ومولاه فعليه بالمُسارعة إلى التوبة وفعل الحسنات والطاعات إرضاءً لخالق الأرض والسماوات هذا وصلُّوا وسلِّموا على من أُمرتم بالصلاة والسلام عليه قال تعالى إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً وقال صلى الله عليه وسلم من صلَّى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بيَا عشرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أعلننا وما أسررنا وما أنتعلوا به منا يا كريم اللهم وفِق ولا تأمورنا لما تحبُّ وترضى اللهم اغفر لنا تأمورنا لما تحبُّ وترضى اللهم خُذ بناصيتهم للبرِّ والتقوى اللهم أيد لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحُضُّهم عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آبأنا ومهاتنا وَجَمِيعَ أَرْحَامِنَا وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَلَيْنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين عباد الله أذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون